الكلام اللي انا على واشاك اقوله ده للاسف انا كنت متوقع ومرضيتش اتكلم عنه في فيديو من فترة كبيرة ايه الحكاية بالزبط بان انا دلوقتي اكتر من شهرين في معاناة ارتفاع اسعار كروت الشاشة وانا على مدار اخر شهر اتكلمت مرتين في فيديوهات الاخبار عن معاملية انفيديا جديدة من الكروت واي حد كان بيسأل في الكومنتات هل ده هيصلح مشكلة السوق كنت بتهرب من اجابة صريحة عن الموضوع ومجرد بقول متوقع لكن مش اكيد 100% وده كان ليه سبب وجيه لما اول اشاعة نزلت عن تصنيع كروت الجي تي اكس 2080 و 2070 ساعتها الخبر كان كاتب ان الجي بي 102 هيتحول لأي او إل الجي بي 102 ده المعالج اللي موجود جوا الالف وتمانين تي آي وهيتحول لأي او إل يعني مش هيتم انتاجه مرة تانية طبعا الجملة دي خطيرة وليها معاني كتير المعنى الاول ان المصانع فعلا مش هتقدر تكفي على انتاج المعمرية الجاية بكم كافي وده اللي يخليهم يوقفوا انتاج فئة كاملة من وقت بدري عشان يفضوا المصانع ويعيدوا توظفها لمعمرية أمبير وفولتا ويبقى كده احنا فعلا في مشكلة كبيرة وبرضو لو حصل هجوم على المعمرية الجديدة مفيش انتاج هيكفي خصوصا لما تنزل فئات المتوسطة والاقتصادية في وقت تاني بعد كده المعنى التاني اللي ممكن تفسروا من الجملة دي هو ان الكروت الالف وتمانين تي آي اللي موجودة في السوق هتنتهي قريب وبالتالي توقع ان الكرت ده هيصبح عامل زي الانتيكة سعره مش هيقل مهما حصل وهيزيد طول ما المعروض منه عمال بيقل وخلونا يوضح لكم الشركة بتعمل ايه مع كل معمرية جديدة في البداية بيوقفوا انتاج اعلى فئة من المعمرية القديمة بما انها اغلى حاجة فطلب الناس عليها مش كتير وكده كده الالف وتمانين تي آي هيكون في نفس اداء العشرين سبعين لما ينزل او ما بين العشرين سبعين والعشرين تمانين فملوش لازم انهم يفضلوا ينتجوه وتباعا بعد كده بيبدأوا يوقفوا انتاج الفئات الاقل واحدة واحدة طيب بما ان ده الطبيعي ليه انا قلت في البداية على وقف الالف وتمانين تي آي انه مشكلة السبب انهم وقفوا انتاجه من شهر نوفمبر اللي فات يعني وقت بعيد جدا عن معاد اصدار المعمرية الجديدة فده معناه ان انفيديا بتحاول تتجنب كارسة ممكن تكمل السنة دي كمان وهي ان اسعار كروتي الشاشة تفضل مرتفعة وده بسبب عدم توفر كميات كافية في السوق وفي نفس الوقت الجيمرز والمعدنين اعدادهم كتير جدا لحد ما جي الخبر اللي زاد من حدة الامر تأكيد لكل اللي انا شكيت فيه شركة انفيديا في بيان لموقع ماس دروب بتقول ان احتمال كروتي الشاشة تستمر في ارتفاع اصعارها لحد الربع التالت من السنة دي يعني ما بين شهر يونيو وستمبر يعني حتى المعمرية الجديدة هتعاني من نفس المشكلة طيب سؤال تاني ليه انا عمال واخد القضية كلها من ناحية انفيديا فين اي ام دي في الموضوع الفكرة ان انتاج انفيديا من الكروت اكبر بكتير جدا ولو في شركة قادرة على انهاء المشكلة دي فهي انفيديا ومن ناحية تانية كمان ان اي ام دي مش متضايقة من موضوع التعديل بما انه جاي في مصاحيتها جدا اكتر من اي حاجة كانت متوقعة والحد دلوقتي اي ام دي ما قالتش اي حاجة اكيدة عن معماريتها الجديدة غير انها قريبة وبس على كده مفيش اي معلومات في الوقت الحالي ده غير الحرب الشارسة ما بين شركات الموبايلات وشركات كروتي الشاشة على شرايح الرام وعلى حسب التقرير اللي ما بين انفيديا وماس دروب فشركة سامسونج وابل وغيرهم مستعدين يدفعوا اكتر مقابل انهم يضمنوا توفير الرامات ليهم قبل اي حد وانت لما تيجي تقارم مثلا اسم زي سامسونج او ابل باسم زي اسوس او جيجا بايت وغيرهم تتوقع يعني مين يقدر يدفع اكتر اكيد شركات الموبايلات اللي تقدر على السعر الاعلى والموضوع ما انتهاش عند الحد ده وخلونا نروح للمشكلة الاكبر اخر اشاعة بقى نزت عن موضوع الكروتي الجديدة ان الجي تي اكس 2080 كان مانوي يتم تسعيره عند 700 دولار كم اس ار بي ولكن مع المشكلة الحالية احتمال سعره يضرب فوق الالف دولار ويوصل كمان لألف وخمسمية وده لسبب منطقي ازاي هيبيعوا كارتهم الجديد ب700 دولار ولسه اعلى فقه من اخر معمرية معدل 1200 دولار فيه سيناريوهين ممكن يحصلوا ان انفيديا تعلن عن الجي تي اكس 2080 بسعر 700 دولار كم اس ار بي وينزل السوق وكلها يومين وهتلاقوا مصيبة زي اللي حصلت مع فيجا اول لما نزل مش هيكون موجود خالص في الستوك وهيخلص والتعديل هيستنفذه ومفيش اي حاجة تقدر تمنع الكارثة دي غير كروت التيورنج اللي اتكلمت عنها في اخر فيديو اخبار ولو فعلا انفيديا بتجهز كروت خاصة للتعديل بس وتطلقها في نفس الوقت مع كروت امبير هتبقى ميزة صحيح ان برضو اسعار الكروت الجديدة هتكون عالية لكن على الاقل السوق هيتوزن نوعا ما ولو ده حصل فكده هنكون بنضحي بكروت زي الجي تي اكس 2080 وال2070 لان مشكلة التعديل هتأثر فيهم بنسبة بسيطة ولكن على الاقل الكروت القضعف اللي هتنزل بعد كده واللي معظمنا بيشتريها دي هتكون بعيدة عن اي مشاكل ومن الاخر اللي عايز اطلع بيه من الفيديو كرد على كل اسئلكم مشكلة الاسعار مستمرة ومش هتتحلق رايب لسه خالص الكروت الجديدة مش هي الحل الرمات مشكلتها متزايدة وهتفضل كده على الاقل لنهاية 2018 اللي في ايده حل مشكلة الكروت الشاشة هي انفيديا اكتر من AMD الكروت اللي جاي على طول هتتحن جامد لو نزلت لوحدها من غير كروت تانية خاصة للتعدين وبس واسعارهم هتضرب بشكل رهيب ممكن يوصل ل 1500 دولار اما لو نزل كروت للجيمينج وكروت تانية للتعدين هنشوف توازن نسبي واسعار صحيح انها عالية بس ارحب من اللي كان ممكن يحصل وفي نفس الوقت الهجة دي كلها هتتحل قدر الامكان قبل ما تنزل كروت الفئة المتوسطة لو انفيديا فضلت ماشية بنفس الخطة بتاعة كل معمرية جديدة يبقى كروت ال 2060 وال2050 هيعلن عنهم ما بين نهاية الربع التالت والربع الرابع ومفيش غير حاجتين بس اتمناهم لحد ما تتحل المشكلة دي في اخر 2018 اول حاجة ان موجة الكروت الجديدة تخلي المعدنين يتشدوا ناحيتها وبالتالي الكروت الاقتصادية الحالية زي الف وخمسين والالف وستين يرخصوا عشان الناس يبدأوا يعرفوا يشتروا وتاني حاجة ان التجار في مصر هنا يحترموا المشتريين شوية في النقطة دي يعني دلوقتي اتكرت عندكم في المغزن انت جايبوا من فترة كبيرة قبل اي تغيير في السوق لما اتكرت يغلى برا ويقل عندك في الستوك انت حقك انك تغليه لكن لما سعره ينزل في كل حتة ليه مش بتنزل سعره انت كمان ما انت بتشتري ستوك جديد بالسعر الرخيص ده وبعد كده بتغليه علينا كلنا بحجة ان سعره غالي وده مش حقيقي تقدروا كده تفسروا لي الصورة اللي قدامكم دي ولا انت عايز تفهمني انك دفع 1100 جنيه شحن وجمارك على كل قطعة انت مستوردها وانت اصلا بتشتري بكميات كبيرة ففي كل المشاكل دي للاسف مفيش حد بيتظلم غير نحنا اللي عايز يفضل يستغلها يستغل لمجرد ان الناس محتاجة تشتري عموما بإذن الله الفترة اللي جاية فيها كزا ريفيو للفئات الاقتصادية عشان اطمن الناس اللي معهاش فلوس كتير قدر الامكان شكرا لكل اللي كمل الفيديو للاخر ولو انت مش تشترك في القناة اشترك في القناة ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وانتبعتنا على مواقع السوشيال ميديا هتلاقوا لينكات كلها في الديسكريبشن تحت الفيديو اشوفكم بإذن الله حلقة جديدة سلام